مقرر الكيمية العضوية ما زلنا في شبطة الواحد المقدمة أو introduction في المحاضرة الرابعة المolecular and structure formulas بنتعلم في المحاضرة دي إزاي نوصف أو نكتب مركب عضوي طيب عندنا حاجة اسمها المolecular formula أو توصيف الجزيء بنقول إن المolecular formula describe the kinds and numbers of each atom in the molecule يعني بتوصف أنواع وعدد الزرات المكونة للجزيء يعني على سبيل المثال جزيء الميسان مكون من زرة كربون واحدة مرتبطة بأربع زرات هيدروجين لما بنيجي نكتبه بنكتب CH4 مثال تاني الكحول الإيسيلي أو الإيسانول المكون من زرتين كربون وست زرات هيدروجين وزرة أكسوجين واحدة بيتكتب C2H6O وهكذا النوع التاني من الفورميولز اللي بنوصف بيها الجزيء بنسميها structure formula ودي بتوصف describe the bonding arrangement of the atoms بتوصف الترتيب الزري الخاصة بالزرات المكونة للجزيء structure formulas بتنقاسم هي كمان لأكتر من نوع عندي الـ dash structure formula ودي اللي مقصود بيها اني بحدد الروابط بين كل زرة والتانية بـ dash زي ما احنا شايفين هنا عندي dash بين الكربون والهيدروجين اللي بقدر أقول ان في ربطة بين الكربون والهيدروجين في الجزيء اللي قدامي النوع التاني condensed structure formula وديت نوع تاني من أنواع الفورميولز اللي بقدر أوصف بيها الجزيء أو بقدر أوصف بيها روابط الزرات في المكونة للجزيء النوع التالت البوند لاين فورميولا وهنا بنستغنى عن وضع الزرات بالكامل وبنحط structure بالمنظر ده وبيبقى مفهوم ان عند كل head في الـ structure ده زرة كربون يعني مفهوم ان انا عندي هنا زرة كربون هنا زرة كربون هنا زرة كربون هنا كمان زرة كربون وبنعيد بعد كده أو بنكتب بعد كده زرات الهيدروجين علشان نكمل structure بتاع الجزيء آخر نوع من الـ structure formulas اللي بنسميه three dimensional formulas أو الشكل السلاسي الأبعاد وبيتكتب زي ما احنا شايفين كده بيبقى عندي dashes بين الزرات دي المقصود بيها انها في البلين اللي قدامي أو البلين بتاع الصفحة بتاعتي بيبقى عندي نقط ودية اللي بتبقى موجودة خارج الصفحة للخلف وبيبقى عندي زي مسلس رفيع جدا وده المقصود بين الزرة دي موقعها في الأمام تأسيم الهيدروكاربونز أو classification of hydrocarbons الهيدروكاربونات بشكل عام بتنقسم إلى هيدروكاربونات أليفاتية وهيدروكاربونات أروماتية الهيدروكاربونات الأليفاتية أو الأليفاتيك هيدروكاربونز بتتقسم هي كمان إلى هيدروكاربونات مشبعة saturated أليفاتيك هيدروكاربونز و unsaturated أليفاتيك هيدروكاربونز الـ saturated أليفاتيك هيدروكاربونز بتضم مثلا منها الألكانات أو الألكينز والسايكلو ألكانز الـ unsaturated الغير مشبعة تضم مثلا الألكينات والألكانز اشتركوا في القناة